فمن سنن آداب صلاة الجمعة الاغتسال لها والتنظف والتطيب قبل المجيء إليها ففي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم أي مؤكد ثابت وقد أخرج الإمام أحمد من حديث أوس بن أوسر الثقافي في بيان أجر من أتى الجمعة مستصحباً آدابها قال صلى الله عليه وسلم من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنى من الإمام واستمع وأنصت ولم يلغو كان له بكل خطوة يخطوها من بيته إلى المسجد عمل سنة أجر صيامها وقيامها